اهلا ومرحبا بكم اعزائي المتابعي فضاية العراق التربوية كما ارحم بأحبتي طلبة الصف الرابع الأدبي مادة التاريخ وحل الأسبوع الخامس للتعليم الكتروني طبعا راح نستعرض الآن بعض إجابات طلبتنا العزاء وطالباتنا العزيزات ونبدأ بالسؤال الأول اللي هو كيف كان نظام الحكم في الممالك والدول المتحضرة في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وما الذي نقصده بمصطلحي مزواد معين ومسود طبعا هؤلاء المصطلحات وردن في اليمن ورح نشوف ماذا تعني الآن نستعرض إجابة الطالبة زينب سعيد علوان من ثانوية ريتاج البنات من مديرية الكرخ الأولى نشوف إجابتها اللي هي تميزة نظام الحكم في الممالك والدول المتحضرة في جنوب شبه الجزيرة العرب بكونه نظاما ملكيا وراثيا في الأعم الأغلب ونواصل إجابتها اللي هي وقد استغل الملوك الكهانة والديانة لدعم سلطانهم إذ مارس بعضهم راح نجيه هذا في مزواد معين اللي ما الذي نقصده في مزواد معين مزواد نعيم أنه الكهنة وبعض الملوك مارسوا الكهنة والملوكية في اليمن تحديدا في اليمن مارسوا الملوكية والكهانة معا في آن واحد في اليمن ولهذا سميناه مزواد معين هذا المصطلح هو إذا يجيك مثلا تعريف ما الذي نعنيه بمزواد معين تعريف عرف ما يأتي مزواد معين هو ممارسة ملوك اليمن للملوكية والكهانة في آن واحد هذا الذي نقصده في ذلك طبعا أيضا بالنسبة إلى مصطلح مسود شهدت أيضا اعتمد الملوك على رجال الدين وملاك الأراضي والتجارة في إدارة شهون المملكة شهدت بعض ممالك اليمن قيام مجالس المدن وهذا ما يعنيه بكلمة مسود مصطلح مسود هو قيام بعض الممالك اليمن بإنشاء مجالس للمدن وما يخصها إثناء السلم والحرب والتي كانت تسمى مسود طبعا وهي مشابهة لدار الندوة عند قريش يعني الملأ قريش وشون اجتمعون يناقشون قضايا السلم والحرب والقضايا اللي يتهم شؤون القبيلة والمملكة هناك في اليمن عدهم هذا المصطلح اللي اسمه مسود وهي كما قلنا تعني مجالس المدن واللي يناقشون بها بعض الأمور اللي تخص دولتهم طبعا ننتقل للسؤال الثاني اللي هو أكتب عن عمر بن لحي وتغييره لدين اسماعيل عليه السلام وعن زيد بن عمر بن نفيل وديانته يعني أكتب عن عمر بن لحي وزيد بن عمر بن نفيل نشوف أيضا جواب آخر لأحدى طالباتنا اللي هي تبارك فاضل من ثانوية الإخلاص للبنات شوي لملاعدها من مديرية الكرخ الأولى وهذا هو جوابها اللي هو عن عمر بن لحي وديانة زيد بن عمر بن نفيل طبعا الجواب اسماعيل عليه السلام عمر بن لحي الذي تروي الأخبار أنه شاهد تماثيل بالضبط في بعض أسفاره إلى بلاد الشام فاستحسنها رغب بيها شاف يعني ورغب بيها وأتى بها إلى مكة المكرمة زيد بن عمر بن نفيل المفروض هنا فارزة حتى تبدأ جملة جديدة الذي شك في الأوثان ورحل لبلاد الشام طالبا دين إبراهيم الخليل عليه السلام ممتاز إذن هو أول من غيره وجاء بالأصنام هو عمر بن لحي إلى الكعبة وكان زيد بن عمر بن نفيل أحد الأحناف اللي كان نابذ لتلك الأصنام وما يعتبرها تؤدي أنه الخير والشار وما إلى ذلك ورحل إلى بلاد الشام بحثا عن الديانة القديمة طبعا ننتقل إلى السؤال الثالث اللي هو ناقش كانت التجارة من أهم وسائل الاتصال بين العرب والأمم الأخرى ناخذ إجابة أيضا من نرجس طالبة نرجس علاء هادي من ثانوية عتبة بن غزوان من المديرية الكرخ الأولى طبعا الآن هذا جوابها اللي هي الجواب طبعا الطرق البرية بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها كانت تحوي طرق داخلية وخارجية هذا أولا وأيضا ساحلية فضلا عند العرب وكانت أداة التواصل حضاريا مع الهند والبنغال والصين طبعا هذه أداة التواصل كانت عن طريق البحر عن طريق المحيط الهندي لكن أيضا كانت تحتوي شبه الجزيرة العربية على طرق داخلية وخارجية إضافة إلى اتصالها بالبحر بالهند وبلاد البنغال والصين فكانت تتبادل تجاريا وكان هذا التواصل التجاري هو يعني اللي فتح باب العلاقات بين شبه الجزيرة العربية يعني نشوف أدوات للتواصل الحضاري وليس فقط التجاري أدوات للتواصل الحضاري طبعا ننصيها شوية بتنين شوية نتعدل خطها يعني نتحسنه أكثر من السابق السؤال الرابع عندنا فراغات املأ الفراغات بما يناسبها من كلمات أيضا نشوف يعني طالبة جديدة أو طالب جديد وحتى نشوف إجابته للسؤال الرابع اللي هو فراغات وراح ناخذ الطالبة رحمة صالح أحمد من ثانوية الإخلاص أيضا نتابع لمديرية الكرخ الأولى اللي راح نشوف جوابها للسؤال الرابع اللي هو فراغات وراح نشوف يعني ماكو داعية نشوف الحشكالة كانت شوية يعني تكبر الكتابة نعم وصلت سفن الصين والهند إلى موانئ البحرين والإبلة على الخليج العربي ممتاز شوية بس الخطمانها يعني أريد تحسنه من أعظم سدود اليمن وأشهرها هو سد مأرد صحيح ممتاز من أسواق العرب الموسمية التي تقام في الحجاز عكاظ ومجنة ما كاتبه شوي وذو مجاز ممتاز ترجع لغات العرب على تعددها واختلافها إلى لغتين أصليتين هما لغة الشمال ولغة الجنوب صحيح ومن أنواع الخط النبطي الثمودي واللحياني والصفوي وعندنا طبعا المسند الحميري أيضا واحد بس إحنا طالبين ثلاث طبعا أشارت المصادر التاريخية الإسلامية إلى وجود رسوم جدارية كانت على جدران الكعبة المشرفة منها ما كاتبتها طبعا مثلا السيدة مريم عليه السلام وفي حجرها السيد المسيح وإبراهيم عليه السلام وبعض الأشجار وأيضا رسوم لبعض الملائك طبعا كلها جوابتها صحيح فقط ناسية أعتقد طبعا هو إبراهيم الخليل والسيدة مريم ورسوم بعض الملائكة كانت أيضا على جدران الكعبة المشرفة أيضا موجودة هاي كلها بالكتاب رح نأشركوا مياها أيضا السؤال الخامس اللي هو وضح كيف انتقلت الكتابة إلى الحجاز وكيف تطورت المعرفة بالكتابة عند العرب قبل الإسلام شون انتقلت إلى الحجاز وكيف رح نشوف إجابة جديدة لطالبة أخرى اللي هي مريم كامل جميل ونشوف السؤال الخامس لمريم اللي رح نشوفها من يا مدرسة مدرسة زهاء حديد مريم كامل جميل مدرسة زهاء حديد طبعا الفراغات هاي وراح نشوف السؤال الخامس هذا هو السؤال الخامس ونشوف إجابة طالبتنا حول كيف انتقلت إلى الكتابة إلى الحجاز طبعا نقل أهل الحجاز الكتابة إلى بلادهم عبر رحلاتهم التجارية مثل ما قلنا إداة للتواصل الحضاري العرب كانوا يعتبرون التجارة وتعلم أهل مكة المكرمة الخط من أهل الحيرة السريان أو السريانيين سكان العرب القدماء طبعا برواية ومن أهل الأنبار برواية أخرى يعني أما من السريانيين أو السريان اللي هم سكان العراق وأما من أهل الأنبار برواية أخرى كانت العرب تسمى من يتعلم الرماية والكتابة والسباحة كاملا وقد استخدمها العرب في تدوين أشعارهم الشيرة المصادر إلى أن سكان الحيرة أو ملوك الحيرة كان يكتبون أنسابهم وقصائد الشعر ويحققونها في كنائس أو يعلقونها في كنائس الحيرة ويحفظونها في كنائس الحيرة وقد تطورت المعرفة بالكتابة عند العرب قبل الإسلام مقترنة شوف واضح بالإزدهار التجاري تطورت مقترنة بالإزدهار التجاري إذ تشير المصادر إلا أن قيصر الروم كان قد كتب كتابا إلى هاشم بن عبد المناف اللي وجد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي يعزي إليه أو يعزى إليه تجارة مكة المكرمة فضلا عن عهوده مع قبائل العرب اللي كانت بقربه طبعا إجابة واضحة ونشكرها على هذه الإجابة الكاملة اللي هي نضيف أيضا عندنا مثلا سؤال آخر نعم من سؤال السادس مثلا من أهم معارف وعلوم العرب قبل الإسلام واضحها بإيجاز شنو كانت معارف العرب قبل الإسلام راح نشوفها أيضا في إجابة أخرى اللي هي مثلا نشوف يا طالبة موجودة أيضا اللي هي اللي هي راح نشوفها طبعا رتاج زينب راح نشوف زينب اللي سؤالنا حولها حول السؤال السادس راح نشوف السؤال السادس اللي هو ما أهم علوم وعارف العرب قبل الإسلام واضحها بإيجاز طبعا من أهم معارف العرب في جزيرتهم علم الأنساب الذي كان من مستلزمات النظام القبلي كان يعيشون من نظام قبلي نعرفه ما نحن قبائل الذي تسود فيه الغوابط القبلية والانتساب إلى القبائل أمر ضروري جدا وسط الصحراء وقد عني العرب القدماء بحفظ الإنساء طبعا شكرا لهاي الطالبة ورح نشوف أيضا السؤال اللي هو طبعا إجابتها رح نكملها اللي هو هي كافة لكتاب هذا ورح نشوف السؤال السابع اللي هو تكلم عن الحياة الاجتماعية في المجتمع العربي قبل الإسلام شون كانت الحياة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام رح نشوفها إجابة الطالبة اللي قلناها الجواب طبعا كانت العائلة هي الوحدة المهمة في المجتمع العربي قبل الإسلام كانت شديدة التماسك تقوم على روابط قوية بين أفرادها أساسها التزاوج وكانت المرأة عند العرب قبل الإسلام طبعا كانت المرأة عند العرب قبل الإسلام تتمتع بمكانه محترم وهذا أيضا ضروري ولازم تعرفون ويظهر ذلك من الإشارات الواردة في المصادر الإسلامية والكتب تشير إلى دورها السياسي والثقافي والاجتماعي وإسهاماتها في التجارة والحروب وكانت السمة السائدة في المجتمع العربي البدوي هي رابطة القبيلة القائمة على النسب والدم والولاء للقبيلة طبعا استعرضنا لكم حلول الأسبوع الخامس لمادة التاريخ وراح نشوف أيضا إجابة سؤال ببعض اللي هي راح نشوف الكتاب راح نشوفه اللي هي يعني كانت إجابتها مختصرة جدا مثلا هي يعني جاوبت عن بعض المعارف لكن عندنا بعض 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 المعارف مثلا عندنا مثلا اللي هي مثلا مظاهر الحضارة عندنا مثلا موقعهم وجغراه تنبؤ بحدوث الأمطار وهبوب الرياح من معارفهم أيضا اهتمامهم بقيافة الأثر ولهم معارف عن الكهانة والعرافة وزجر الطير وخط الرمل وأيضا تعبير الرؤية من خلال الاقتباس والاستنباط والتواتر أيضا أخذ العرب علم النجوم عن الصابع والكلدانيين وأخذوا معرفة علم النجوم وموقعها لأنها كانت دليلهم في أسفارهم وأكثر أحوالهم أيضا وربما استعانوا بهبوب الرياح طبعا لأنواع عدهم أيضا ما يقابل علم الظواهر الجوية يعني بشكل بسيط فيما يتعلق بالمطر والرياح وكانوا إذا أمطرت السماء نسبوا المطر إلى تأثير النجم المتسلط في ذلك الوقت وقد وضعوا لمهاب الرياح أسماء كالصبا والشمال والدبور والجنوب طبعا لنا استعرضنا إجابات طالباتنا الأعزاء وشفناهم طبعا كلهم بارك الله بيهم أجوبة كاملة ونشكرهم على تواصلهم وراح نستعرض أيضا بعض الأسماء اللي وردتنا لكن خلال الدرس لم يتسع لنا الوقت أن نشوفهم ولو راح نضيع أسمائهم اللي هي تبارك فاضل من ثانوية الإخلاص ونرجس علاء من ثانوية عتبة بن غزوان ورحمة صالح من ثانوية الإخلاص وقمر أحمد من ثانوية الجامعة الأهلية ومريم كامل من أعدادية الزهوة حديد وزينب سعيد علوان من ثانوية الريتاج طبعا اللي هنا انتهى درسنا هو الأسبوع الخامس وشكرا المتابعينه وشكرا أيضا لحبتنا الطالبة ونتمنى منهم التفاعل والمتواصل وإلى اللقاء وشكرا لكم اشتركوا في القناة